اهلي امام عشور لمدة ست شهور بسبب الاعتداء على فرد امن في احد المولات الشهيرة بسبب الاعتداء او معاكسة زوجته هذه القضية طبعا اصارت جدلا واسعا في الاوساط الرياضية والاعلامية وسنقدم لكم في هذا الفيديو تحليلا شاملا لكل التفاصيل وردود الفعل حول هذه القضية دعونا نبدأ ونقول بسم الله هنقول اول امام عشور هو لاعب كرة قدم مصري شاب يلعب في مركز الوسط الهجوم بالنادي الاهلي بدأ مسيرته القروية مع نادي غزل المحلة ثم انتقل الى نادي الزمالك حيث تألق واحد ابرز اللاعبين في الفريق ثم انتقل الى النادي الاهلي تفاصيل القضية بالتفصيل ادعمنا بلايك عايزين الحلقة دي توصل لعشر تلاف لايك القضية بدأت عندما تم اتهام امام عشور بالاعتداء على فرض امن في احد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بعد الاعتداء على زوجته او معاكست زوجته تم الاتصال بامام عشور من زوجته تستغيث بسبب معاكستها يعني اتعكست من فرض او شخص داخل المولات طبعا تم ذهاب امام عشور الى المول فورا واعتدى على فرض امن بعد التحقيقات تم تقديمه للمحاكمة حيث صدر الحكم بحبسه لمدة ست شهور مع الشغل هذا الحكم اصار جدلا واسعا بين الجماهير والاعلان واحدة واحدة كده علشان نعرف القصة طبعا زي ما احنا عارفين القصة بتاعت خنائة امام عشور في احد المولات بسبب زوجته وطبعا امام عشور هنقول اتصرف بها مجيه شوية او هو ده الطبيعي لما تلاقي زوجتك بتتعاكس او زوجتك بيتم الاعتداء عليها بحاجة او بشغلة او بلافظ ده تصرف طبيعي لامام عشور ردود الفعل من الاعلام في ثانية الاعلام المصري والعرب في ثانية تناول قضية الحكم بالحبس على امام عشور بشكل واسع جدا بعض الصحف والمواقع الرياضية الكبيرة اشارت الى ان الحكم كان قاصيا بينما رأى اخرون ان العدالة اخذت مجرها البرامر الرياضية خصصت مساحات كبيرة لتحليل القضية وتأثيرها على مسيرة اللاعب امام عشور يا جماعة بيعيش افضل فترات حياته حكم لمدة ست شهور بالنسبة له هيكون حكم قاسي جدا وحنشوف طبعا المستشار القانوني للنادي الاهلي ولا امام عشور المستشار محمد عثمان والاستاذ مهاب محمد عثمان المحاميين الكبار هيعملونا ايه في الموضوع ده هل هيتم تقديم استقناف هل الحكم الغيابي يبطل تنفيذه هل الحكم الغيابي يبطل تنفيذه كل ده هنعرفه الفترة اللي جايه طبعا الردود الفعلي من الجماهير طبعا يعني جماهير نادي الزمالك يا فرحتها يا سعادتها الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي كلها ردود فعل متبينة بعض مشجع الزمالك عبروا عن دعمهم لعشور واعتبروا ان الحكم كان ظالما بينما رأى اخرون ان اللاعب يجب ان يتحمل مسئولية افعاله الكلام ده حصل على تويتر وفيسبوك شهدوا سيلا من التغريدات والمنشورات التي تناولت هذه القضية وهذا الخبر طب تأثير القضية دي او تأثير الحبس ده لو تم تنفيذه على امام عشور هل هيؤثر على مسيرة امام عشور هذه القضية قد تؤثر بشكل كبير جدا وهتأثر بشكل كبير على مسيرة امام عشور يعني انت بتقول كده بالنسبة لامام عشور انتهى الموسم يعني لو تم تنفيذ الحكم ده انتهى الموسم اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة ست شهور انت متخيل مما يعني انه سيفقد الموسم والكثير من المباريات المهمة مع الفريق هذا الغياب الطويل قد يؤثر على مستواه الفني والبدني قولا واحدا غياب ست شهور عن الملاعب الامام عشور بالنسبة للموسم انتهى وسيتم رفعه من القائمة اذا تم تنفيذ الحكم كرسة كرسة بكل المقيس طيب المسؤولين في النادي الاهلي طبعا بعد صدور الحكم ادل بعض المسؤولين في النادي الاهلي بتصريحات حول هذه القضية اكدوا انهم يقفون بجنب اللاعب ويدعمونه في هذه الفترة الصعبة وانهم سيعملون على تقديم الدعم القانوني له تأثير القضية على النادي الاهلي النادي الاهلي بالطبع سيتأثر بغياب امام عشور قولا واحدا هيتأثر فعلا بغياب امام عشور عن المباريات الفترة اللي جاية دو كلها اللاعب كان يشكل جزءا مهما من تشكيلة الفريق مع السويسري مارس الكولر وغيابه سيؤثر على الاداء الجماعي للفريق المدرب سيحتاج الى ايجاد بديل مناسب اذا تم تنفيذ الحكم على امام عشور لازم بديل بديل مناسب قام العديد من خبراء كرة القدم بتحليل تأثير هذه القضية على مسيرة امام عشور وعلى النادي الاهلي بعضهم طبعا اشار الى ان اللاعب يجب ان يتعلم من هذه التجربة ويعود اقوى بينما رأى اخرون ان النادي الاهلي يجب ان يعمل على دعم اللاعب نفسيا ومعنويا نفسيا ومعنويا طبعا الاعلام يعني 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 دور الاعلام في تصليل دور على هذه القضية بيلعب دور كبير جدا على هذه القضية اولا لازم الاعلام يتكلم بشفافية والمسألة تكون افضل عندما يقوم الاعلام بدوره في كشف الحقائق وتوجيه النقد او البناء ولكن رد الرسمي من النادي الاهلي حتى الان لم يصدر بيان رسمي من النادي الاهلي حتى الان في هذه القضية فدلوقتي اللي انا عارفه او اللي انا بفهمه في القانون ان الحكم الغيابي يبطل تنفيزه الحكم الغيابي يبطل تنفيزه طبعا هيبقى فيه استئناف وفيه معارضة ونتمنى ان امام عشور حتى لو خد حكم يخض معها ايقاف التنفيذ لان النادي الاهلي مش حمل انه هو يخسر لعب دلوقتي لان الاهلي داخل على مع جاند بطولات ومباريات فبنتمنى السلامة لكل اللعيبة وبنتمنى ان الامام عشور مشكلته دي تعد على خير وفي الاستئناف يتم قبول الاستئناف او يتم الصلح مع فرض الامن لان بجد هتبقى صدمة كبيرة جدا لامام عشور ولنادي الاهلي شكرا ليكم على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته